السلام عليكم ورحمة الله النهاردة هنتكلم في موضوعنا عن الشمس واهمية الشمس للسلاحف وايه اللي ممكن يحصل للسلاحف لو انا ما عنديه الشمس اول حاجة جماعة هنقول ان السلاحف زيها زي بقية الزواحف كل الزواحف من زوات الدم البارد يعني حرارة جسمها الطبيعية بتبقى حسب درجة حرارة الجو المحيط يعني جسمها مش بيسخن زي جسم الانسان او بقية الحيوانات زي القطط والكلاب والكلام ده هي بتستمد الحرارة بتاعت جسمها من اشعة الشمس فمن غير اشعة الشمس بيحصل لها مشاكل كتير جدا 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 اولا اعضاءها الحيوية كلها ما بتشتغلش بتبقى في حالة خمول لازم درجة حرارة الشمس عشان كل اعضاءها الحيوية تشتغل وتتحرك وتاكل والكلة تشتغل والقلب يشتغل مزبوط وكل الاعضاء الداخلية تشتغل مزبوط دي يبقى لازم شمس قبل كده قلتلكم في حلقة اني مفيش شمس يبقى صعب يا ربي ماينفعش يا ربي اه انا هعمل لكم حلقة بعد كده عن اللمبات اليو في واللمبات السراميك بس طبعا هي اهم حاجة الشمس ومفيش اي بديل عن الشمس دي بتبقى حاجات يعني بنقول عليها مسكنيات كده لو انا خلاص عايز اربي مثلا ومعنديش شمس مضطر باجيب اللمبات السراميك واللمبات اليو في بي لكن هي الشمس اصح حاجة واحسن حاجة عندي شمس الصلح فيبقى صحيته كويسة ومش هيعية هيفضل معايا نشيط جدا مش هتعب فيه مش هتعب في علاجه لانه مش هيتعب لان هي الشمس اللي بتخلي كل حاجة فيه سليمة وده بالنسبة للأعضاء الحيوية طب من الخارج من الخارج طبعا بتساعد على امتصاص الكالسيوم بتخلي الصدفة بتاعتها سليمة من غير اي مشاكل وصدفة قوية هنلاحظ النشاط طبعا في الشمس بيبقى كويس جدا السلحف بياكل بيتمشى بيحصل تزاوج كل الكلام ده في الشمس لكن طبعا من غير شمس مش هتلاقي فيه اي استجابة منه خالص طيب فيه اسئلة كتير بتيجي بتقول ايه انا ما عنديش شمس بس انا باخد السلحفة اطلع بيها في اسطوح شوية اشمسها اول حاجة اكيد حضرتك مش مش فاضي لها كل يوم ان انت تطلع تشمسها هنفترض ان حضرتك فاضي اه وقتي مش كافي يعني هتطلع بيها ايه نص ساعة ساعة مش مش كفاية لها ان هي تاخد كفايتها من الشمس دي حاجة عايزة ربي يا جماعة اعمل بيت في جنينة فوق السطوح في البلكونة في مكان بيوصل له شمس مباشرة تمام كده مش هقابل اي مشاكل خالص مفيش اي مشاكل هتقابلني ولا اي امراض يعني هوفر لها شبه بيئة طبيعية للبيئة اللي هي كانت عايشة فيها زي نفس البيئة بالزبط اللي هي عايشة فيها هوفرها لها بيت خشب الشمس بتيجي فيه فيه كهفة استخبه فيه اه فيه رملة زي اللي كانت عايشة فيها بالزبط فانا يعني حققتلها نموذك مصغر من اللي هي كانت عايشة فيها البيئة اللي هي عايشة فيها فهي مش هتتعب يعني مش هتتعب خلاص ما توفرت لها كل اللي هي عزاءة وكل البيئة المناسبة لها او شبيه للبيئة اللي كانت عايشة فيها بالزبط فانت كده خلتها اكناها عايشة في الطبيعة في البرية زي ما هي تمام ويا رب تكون استفدتوا بالحلقة لو في اي اسئلة او عايزين افكار لحلقات جديدة ياريت تكتبولي في الكومنتات وانا تحت امركم شكرا سلام عليكم شكرا سلام عليكم